وصل سبعة كويتين إلى أرض البلاد عبر مطار شركة طيران الجزيرة قادمين من مدينة جدة التي وصلوها بعد أن كانوا عالقين في السودان جراء الاضطرابات الأخيرة هناك كاميرا الراي وثقت مشهد وصول المواطنين إلى أرض البلاد وصلت الضوء على الظروف التي واجهتهم في رحلتهم نتابع في مطار الجزيرة هبطت إحدى طائرات شركة طيران الجزيرة قادمة من جدة وعلى متن سبعة كويتين كانوا عالقين في السودان التي تشهد حالة من الاضطرابات أدت إلى اضطراب حركة الطيران الكويتون السبع وهم من قبيلة العوازم حاولوا العودة إلى البلاد غير أنهم اصطدموا بإلغاء الكثير من رحلات الطيران من مطار الخرطوم ومنها الرحلة التي كانت ستقل لهم في رحلة العودة فما كان منهم إلا أن لجوا إلى السفرات الكويتية في الخرطوم فلم يجدوا حلا لوضعهم على حد قولهم خلص رحلاتنا لمس خلصت وشنو الإجراءات اللي صارت في صعوبة بالعودة؟ سفارة الكويت بس شنو صار في السفارة؟ ما صوت لنا ولا أي شيء تواصلت معها؟ تواصلنا معها ولا أي شيء ولتنا في سفارة وفي الخرطوم التقى الكويتيون السبع بصديق لهم سعودي من سكان مدينة الخفجي والذي كان متوجهن إلى سفارة السعودية طالبا مساعدته لمغادرة السودان وأبدت السفارة السعودية لمواطنها متعب سعد المساعدة المطلوبة لكنه رفض الحصول على تلك المساعدة ما لم يكن معه أصدقاه الكويتيون فكان له من سفارة بلاده ما أراد فوجهت السفارة السعودية إلى الخطوط الجوية السعودية بحج مقاعد المواطن السعودي واصدقاه الكويتيين السبعة على نفقة السفارة إلى جدة ورحنا طالعين قبل أسبوع رحنا طالع مقانصين طبعا واستانسنا وصار اشي اسمها المثلة تقولون من ظاهرات وما لقنا طيران لابن الرد ما لقنا الرد ورحنا للسفارة السعودية وعطتنا تذاكر البارح بالليل وطيراتنا كلنا السعوديين والكويتيين ولا إقراء ولا تأمين وجو معنا لسفارة السعودية وقلنا له وضع ربعنا وما يشير نخليه هنا وقال لابشير وعطنا تذاكر وطلعنا كلنا سواء وعن الأوضاع التي شهدوها في السودان أكد العيدون أنها طبيعية وأنهم لم يواجهوا أي خطورة ما في شيء ما فيه بوضع زين كله زين والله وضع زين وحامد الأمر طيب وكل شيء ما فيه مضايقات لا ولا فيه أي شيء الوضع والله الوضع ما فيه شيء بالشارع الوضع طيب لكنه الأمور طيبة الحمد للشكر ووضع طيب ما فيه شيء لكن ما فيه لا طيران ولا شيء بسكر لو لا الله ثم لو لسفارة السعودية اللي طلعتنا ولا قاعدين للحيد